غزارة الداخلية كشفت وبالأرقام عن كميات المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأعداد المتهمين والمحكومين للأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي ضبط 602 كيلوغرام من المواد المخدرة وكذلك 8 طن من المواد المؤثرات العقلية وأيضا تم القاء القبض على 3875 متهم إضافة إلى الحكم على 2109 متهم عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وهذا مؤشر على أن هناك تصاعد كبير وملحوظ في العمليات النوعية والكمية التي تقوم بها وزارة الداخلية ووفقا لمختصين بالشأن الأمني فإن هذه العمليات النوعية أسهمت في توجيه ضربات استباقية لتجاري ومروجي هذه السموم القاتلة ستراتيجية عملت على محاور عديدة داخلية وخارجية لتقويض المخاطر السلبية الناجمة عن تداعيات تعاطي هذه الآفاة من عام 23 بدأ الانخفاض يبدو واضحا وأعتقد أنه بسبب عمليات الاستيلاء والقبض والتفكيك التي هي بصورة يومية تباشرها مدية مكافحة المخدرات في القاء القبض على تجار دوليين تفكيك عصابات دولية تفكيك مجامع دولية تبادل معلومات مع المحيط الدول المتاخمة تبادل معلومات بتغذية عكسية وتغذية راجعة إلى هذه الدول من وإلى العراق هذا ثمر عنه أولا شح بالمواد المخدرة انخفاض منسوب تعاطي المخدرات وغالبا ما تشهد الخطط والبرامج فيما يخص مكافحة المخدرات إلى تغيير في ستراتيجية العمل لملاحقة تجارتها والقبض على مروجها يتزامن هذا مع دعوات حكومية لمكافحتها باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر